جزاك الله خير الشيخ يوجد في مجلالة الداعشيين كثرة أقوال سلف وفتاوة أهمية الدعوة فهل هذا دليل أنهم على منهج السلفين؟ لا شك أننا في داعي أخذون ما يروف لهم من كلام السلف يبطى يبطرون النصوص أو يستشهدون بما لا استشهاد لهم به على ذلك المحرم أو على ارتكابهم للذرائم أو على قتلهم للمسلمين فهم يأخذون كلمة مثلاً لشيخ الإسلام المسلمية أو يأخذون كلمة من أهمة الدعوة ثم يضعونها في غير مكان وتعلم أعطينا بأن علماء السلف لا بد من جمع كلام المسألة ولا يخذ أحداً يمتزي يعني جملة أو مطورة لأحد علماء السلف وهو لا يعدد ما لا قال هذا العالم عن هذه المسألات في جميع جوانبنا جزاك بخير يا شيخ ترجمة نانسي قنقر